مصر أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمر بتكثيف الوجود الأمني في المواقع الحيوية ومنها المواقع الأثرية بعد هجوم استهدف معبد الكرنك بمدينة الأقصر الجنوبية مصر وكان مهاجم قد فجر نفسه قرب معبد الكرنك وشركان له أصيبا في اشتباك مع قوات الأمن في أثناء محاولتهم اقتحام المعبد وقالت المصادر أن الانفجار الذي وقع عند موقف السيارات أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بجروح دون أن يكون بينهم ضحايا من السياح الأجانب وقالت الشرطة المصرية أن الهجوم على الأقصر محاولة فاشلة ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم